هل يجوز أن حضرتك تزور الأموات في المقابر؟ وهل يجوز للمرأة بالخصوص أنها تزور الأموات في المقابر؟ ولا لا؟ طب وإزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ولا عن زوارات القبور تابعوا معنا عشان نفهم القصة بجد السلام عليكم ورحمة الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور بعد كده قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بداية الإسلام وفي بداية الدعوة الإسلامية نهى المسلمين أنهم يزوروا المقابر خشية أنهم يحدثوا أنفسهم ويعبدوا المقابر ويتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم أفل الباب وسد الزرائع وقال لهم لا تزوروا القبور لكن بعد ما استقر الإسلام في النفوس والقلوب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم الآخرة تذكركم الموت تجعلكم تحسن العمل والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لزائر المقابر فقال فمن أراد منكم أن يزور فليزور ولا تقولوا هجراء يعني إيه هجر دي؟ يعني لا تقولوا كلاما باطلا لا تذهب للمقابر وتروح وتقول أنت بعد ما موت إحنا خلاص مش لقين حد يرزقنا إحنا مش عارفين نأكل ولا نشرب وتقول كلامك إن دا هو الرب اللي كان بيعطيك ويمنعك ويهديك ويسعدك ويحزنك لا ولا تقولوا هجراء وحضرتك ما تروحيش إنك تعد تقوليله ويا سبع ويا جملي وما فيش منك اتنين وإنت أصلا كنت وهو حي يعني ربنا الأعلى باللي كان بينكم بالضبط يبقى ولا تقولوا هجراء وفي رواية ولا تقولوا ما يسخط الرب يبقى ما تقولش أي كلام يسخط ربنا نفهم من كده إيه؟ أن يجوز للرجل والمرأة أن يزور المقابر بس بشرط ألا تقولوا هجرا أو لا تقولوا ما يسخط الله سبحانه وتعالى طب إيه الحكمة من جواز زيارة المقابر؟ ليه الإسلام أباح زيارة المقابر؟ الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وضحها لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب يعني تجعل القلب رقيق يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يفكر دائما في أنه خايف من ربنا وخايف من اليوم الآخر وتذكر الآخرة يعني تجعلك دائما تفكر أنك هتدفن في يوم من الأيام وحتتحاسف في يوم من الأيام على كل عمل بتعمله في الدنيا من خير أو شر فإنها ترق القلب وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا أي كلاما باطلا ده بالنسبة للعموم لكن بالنسبة لأخواتنا النساء وأمهاتنا وبناتنا لما حضرتك تفكرت روح تزور المقابر لابد تلتزم بمجموعة من الضوابط والشروط المهمة جدا وإلا مش هتاخدى حسنات بل بالعكس هتم لكافة السياءات بتاعتك بالذنوب لا يعلمها إلا الله إيه هي الشروط دي؟ ركز معايا كده حضرتك وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أول شرط ألا تقول ما يغضي بالله سبحانه وتعالى ودي أكدنا علىه في أول الفيديو رقم اتنين إنك تلتزم بزيك الشرعي فلا يجوز أبدا إنك رايح مكان الآخرة اللي يفكرك بالآخرة وبالحساب أمام ربنا وريح بزي يعني لا يجوز أبدا إنك تخرج به إلا في غرفة النوم أو في بيتك فضلا إنك تطلع بيشارع فإزاي تروح بتزور بالمقابر وهي تذكر الآخرة أما الشرط التالت والمهم ألا تكثري من الزيارة لا تكون كثيرة الزيارات حتى لا تقع في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور أي كثيرات الزيارة للمقابر مش لازم بقى في كل عيد نروح ننكد على أهلينا في الأعياد بزيارة المقابر مش لازم كل أسبوع ولا كل يوم جمعة نروح ننكد على نفسنا بزيارة المقابر ممكن يكفي كل فترة عايزة تدعي ادعي من بيتك عايزة تهدي ثواب عمل من الأعمال الصالحة اللي تكلمنا عليها في فيديو الأعمال التي تنفع الميت اعمليها وحضرتك قعدة في بيتك مش لازم تروحي كل يوم تزور المقابر يبقى إذن يجوز للمرأة أنها تزور المقابر بس بالشروط التلاتة اللي ذكرناها دي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر في يوم من الأيام وهي عائدة رآها عبد الله بن أبي مليكة فقال لها يا عائشة أين كنت قالت كنت أزور قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقال لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور قالت نعم ثم أمر بها وقال فزوروها يبقى يجوز زيارة المقابر بس بالشروط وضوابط حتى لا نقع في الإثم والذنب والمعصية وتابعوا معنا في فيديو آخر حنتكلم عن الدعاء اللي تقوله وحضرتك داخل المقابر علشان تاخد ثواب الدعاء وتهدي هذا الدعاء للميت فينتفع به في قبره والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة